أنه لا بد من إعلان ديالة من زوعة السلاح المشكلة هي ديالة من زوعة السلاح من 2003 إلى اليوم من يداهمون القوات الأمنية مناطق الداهم ما يبقون بها غير ستشير المطبخ ومناطق بها أسلحة متوسطة وثقيلة فماكو حيادية انتقائية في نزع السلاح يوم ما ينزع السلاح اليوم من الكل ما يرهم قرية بها سلاح قرية ما بها سلاح طيب مني يقول لك السيد مقتدى الصدر وثقة لسيد مقتدى الصدر كبير الآن في السياسة متصدر بكل شيء سياسيا ويحدد ويقول التهريب والميليشيات والتبعية يعني ثلاث نقاط كلش مهمة هاي النقاط أكيد ديقولها لحماية ديالة طيب إذا سلمنا بأن التهريب هو عملية مستمرة وأن هذا الأمر له علاقة بإجراءات يعني على المنافذ أو على الحدود وإذا سلمنا بأن هناك أيضا ميليشيات منفلتة فهذه التبعية التي تدفع ضريبتها ديالة التي أشار لها السيد الصدر تبعية لمن؟ أنا أقول لك أكيد هناك ترابط بالنقاط التي ذكرها سيد مقتدى الصدر اليوم بديالة أصابات متنفذة مول نفسها من خلال التهريب يعني تدري أن شهادة شهود موظفين في المنافذ الحدودية بديالة في منفذ مندلي ومنفذ المندرية أن هناك أصابات متمكنة ومسلحة سيطرة على المنافذ أصابة لها الحديد جهة أخرى لها التهريب الألبان تحميها أذرع سياسية؟ أكيد ترجمة نانسي قنقر